هقول إن بولس الرسول نتيجة إيمانه العامل بالمحبة وعطياه للخدمة وكان يعمل من أجل الخدمة بجهد مضاعف شك كده شاف السماء الثالثة شاف مكانه في السماء شاف ميراسه عشان كده الاستثمار هنا ليست بركات زمنية فقط وهي حتحصل لأن أطلوب أولا ملكوت الله وبره كل الأشياء الزمنية تزاد لكم تزاد لكم يعني مش هتقده على الأد ربنا مش بخير يا جماعة اطلاقا ما حسبهاش بالتصاحتوت يا جماعة لا ربنا إيده سخي في تعويض الإنسان في بركاته هذه الإنسان المباركة اللي دفعت المئة مئة دولار إلهي باركها يا ربي بكل بركة روحية وبركات زمنية أيضا يعطيها يا ربنا يكون دايما قلبها مفتوحة وأنها تجعل بهذا العطاء يحرك قلوب كثيرين من أجل أن يستثمروا فلوسهم مثل هذا الاستثمار اللي بيوصلنا إلى بيضمن لنا ملكوت السماوات أبونا هذه الحلقة الحقيقة يعني أنا مديونة للرب فيها ومديونة لعمل روحه في هذا المكان وفي خدمتك أبونا لأنه من ساعة تبدأنا ووصل أيضا الآن تبرع تاني بتلاتين دولار أشكر رب من أجل هذه الأخت أنا بشكر ربنا من أجلك أحبائي أنكم بتتجاوب وتجاوب سريع أنا بشكر مش قادرة أنا عجزة عن الشكر أشكرك يا رب يمين إلهنا أنه فعلا هو بيسمع وبينظر للقلب المنكسر إحنا بنسحق روح فعلا أبونا الستاف الإدارة من أول دكتور باسم أخت حفاء كل العاملين كل الستاف إحنا مبارح كنا عندنا حلقة صلة ويوميا إحنا كلنا بنصلي بنفسه واحدة وبقلبه واحدة اسمح لي يا أبي أخذ اتصال الآن من أخت مباركة أخت محبوبة الأخت نضال تفضلي أهلا بيكي أهلا بيكي أخت نضال أنت معنا مرحب بيكي تفضلي أخت نضال مرحب بيكي نحن نتبرع مبلغ 100 دولار على نيتا حتى يكون شريك في عمل الآرامية اللي هي تعمل عمل للرب وحتى ينشر كلمة يسوع إلى نميع أنحاء العالم أمين ونشكركم أمين لا في مهم إحنا اللي بنشكرك جدا جدا وربنا بيشكرك كمان على أنك أنت بتسهمي باسمع مانويل بمثل هذا المبلغ بركة كبيرة المبلغ بيتحط في مكان محتاج له الخدمة محتاجة له فأشكرك يا أمي والرب نفسه يبقى أشكرك على هذه العطية ويبركك بركة روحية وزمانية أيضا وعم مانويل يدي له الشفاء يا رب إن كنت طلبته من ربنا يعني ده إبن ربنا فما تخافوش عليه هيبقى زال فل إن شاء الله إذا كان فيه أي تعب هيزيل هذا التعب ويشفيه بالتمام إذا كان الأسرة أيضا محتاجة لصلاة يا رب أرجوك تواجد منهم ضع يدك على كل واحد في هذه الأسرة يعطيهم بركة فوق بركة ونعمة فوق نعمة لكي يمجدوك باستمرار ويشكروك باستمرار ونحن نشكر عطيتهم ونرجو بأنك أنت يا رب تستمع علينا في هذه طلبة البركة أو طلبة الشفاء من أجل عما نؤيد إلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد أمين إلى الأبد أمين فعايز أقول بس نهاية الموضوع اللي كلمت فيه عن مولس الرسول إنه هو شاف السماء التلتاع يعني فيه أجرة شاف السماء مفتوحة شاف أجرة التعب أو الإيمان العامل بالمحبة اللي هو كان عايش فيه فيه مثل تاني الحقيقة في العهد القديم اللي هو أرملة صرفة صيدة ما كانش فيه مطر وكان فيه جفاف وما كانش فيه محاصيل إنسانة أرملة ما عندهاش غير ولد ويجي إلي فيهم يقول لها أعمليلي كحك خلت له إنما عنديش غير شوية زيت وشوية دقيق هعملهم لي أنا وإبني وأموت قال لا أعمليلي بس كحك أولا شوف هنا الإيمان العامل بالمحبة حشوفه ناتجته إيه إيمان عامل بالمحبة قالت له ماشي الأول كان البشرية بتاعتها خافت شوية وقالت له إنما عنديش غير شوية زيت وشوية دقيق نعملهم كحك أنا وإبني وأموت قال لا أعمليلي أولا يعني فيه سنين وفيه سلسة وده اللي حصل ثلاث سنين ونص يا أحبائي شوفت الاستثمار وعمل المحبة إيمان يعمل بالمحبة آمنت بكلمة آلية اللي هي كلمة الرب اللي أبعث لها على لسان إلي آمنت بإنه لا الزيت حيخلص ولا الضيئة حيخلص ومئة دولار خمسين دولار خمسمائة دولار خمس تلاف دولار موضوع إليه التشبيتي وأرملت سرفة سيدة قصة لطيفة ممكن إن إحنا نبقى نقرأها ونتأمل فيها طبعا مش وقت تتأمل في القصة القصة تاخد مننا وقت لكن إحنا في موضوعنا الأساسي اللي هو الإيمان العامل بالمحبة فشوفنا هو مثل الإيمان العامل بالمحبة وقديه البركة اللي كانت في بيتها ولم ينضب نقطة ينضب الزيت أو ينتهي شوية الدقيق ده بقولك كوار وكورة يعني عبارة عن أبسط شوية كده يعني تمسكه بالإيد كده من الدقيق وكوز زيت يعني مثلا نيمكن كباية أو أقل من مجة أو حاجة لأن الكمية كتبينة جدا هي دوبك تتعامل بها كحكة وحبي دليل هي بتقوله ده أنا هعمل كحكة لي وأنا وإبنه موت يعني معناها الكمية صغيرة جدا ولكن استمرت تشبع بهذه الكمية ولم تنضب أبدا ثلاث سنوات ونصف أحباء اعطوا تعطوا كيلا مهزوزا ملبدا ده وعد ربنا مش ممكن ليس إنسان يجذب وليس ابن إنسان يقول ولا يفعل هو حلو وهو قادر وهو صادق صادق في الوعات هو صادق في وعوده وربنا ندينا كلنا هذا الإيمان العامل بالمحبة لأن ده موضوع النار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر